السيادة والسادة أهلاً بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حديث في محاور عدة أردني، يمني وأيضاً غزة في الأردن الجيش طهر الحدود والتحقيقات جارية التجار في يد العسكر والأسلحة كذلك ماذا حصل؟ ماذا اختلف على الحدود؟ نتابع بداية هذا التقرير في وصف المشهد نتابع شكل الصورة لفهم المشهد نحلل شكل الصورة نجيب عن أسئلة لاكتمال الصورة الصورة باشعة، وجوه شعثة للشر مطلقة من فجر الاثنين بدأت الحكاية رصد ومتابعة لمجموعة هدفت الإضرار بالأمن الوطني مواد مخدرة وصواريخ وألغام وأسلحة نارية للدخول عنوى والرد إعلان القوات المسلحة قتلى وإصابة وضبط تسعة من المهربين بحوزتهم صواريخ وألغام على الحدود الشمالية وأربعة ملايين وتسعمائة وستة وعشرون ألف حبة كيبتاجون واثنى عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون كف حشيش محاولات تجار المخدرات والأسلحة على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الماضية كلها باءت بالفشل بعد إعلان القوات المسلحة ضبط وقتل مهربين سابقين واستهدافهم بالعمق السوري لكن القصة من الطرف المعتدي لم تتوقف ومحاولتهم ضمن الشبكة والتبعية التي تعمل معها ستبقى تطرق الغاية بالولوج بالعمق الأردني القوات المسلحة الأردنية بدورها أعلنت أيضاً أنها ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهة الحدودية وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه وذلك في رسائل مباشرة للجهات الدولية التي تقف خلف هذه المحاولات الغريب في القصة هذه المرة ما تم ضبطه من أسلحة مع المجموعات المسلحة مثل ضبط صاروخ نوع روكيت لانشر عدد أربعة وصاروخ من نوع أر بي جي عدد أربعة وألغام ضد الأفراد عدد عشرة وبندقية قنص نوع جي ثري وبندقية من نوع أم ستة عشر مجهزة بمنظار قنص إضافة لتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة وهو ما يشير إلى أن الحكاية أبعد من تمرير شحنة مخدرة أو تغيير في قواعد اللعبة من خلال الولوج بالقوة نفد الوطن وترابه هذا نطق من قلب جندي الحق في وجه ردة وخراب لا شيء يعلو كما يعلو الحق تفاصيل الحديث عن ما حدث نشرح عن الأسلحة التي تم ضبطها مع المهربين ولماذا تستخدم بداية القاضف الصاروخي ويطلق هذا القاضف دفع معدني بمعدل أربع قذائف في الدقيقة وبسرعة ألف ومئة بالوحدة أيضا هناك صاروخ RBJ وهو من أكثر القذائف الصاروخية الخفيفة انتشارا في العالم قذيفته عديمة لارتداد تنطلق من قاذف فيدوي على الكتف يستخدم ضد الأليات والمدرعات الثابتة والمتحركة والتحصينات أيضا الألغام ضد الأفراد وهي قابلة الانفجار باللمس أو الداعس عليها بندقية القنص نوع G3 بندقية آلية ألمانية الصنع للاقتحام أو القنص بعد تزويدها بمنظار الأشعة تحت الحمراء أو بمنظار عادي كما يمكن استخدامها كقاذفة قنابل بخرطوش لدفع الرمانة أو إضافة قاذف تحت الصبطانة بندقية M16 مجهزة بمنظار قنص وهي بندقية اقتحام أمريكية المنشأ آلية أو نصف آلية بسعة عشرين طلقة أو أكثر تفاصيل ما حدث في الساعات الأربع عشر الأخيرة أناقشها مع ضيوف الليلة أسافة دكتور محمد القطاتشة أسافة العلوم السياسية مساء الخير أهلا بك ورحب أيضا بالخبير الأمني دكتور عمار القضاء مساء الخير أهلا بك أبدأ معك دكتور محمد وأنا فقط حتى نكون في التصور العملية عنها أمس انتهت بعد أربعة عشر ساعة هناك أيضا كان حديث من وسائل إعلام مختلفة حول قيام طائرات سلاح الجو باستهداف مواقع في العنق السوري لتجار مخدرات وقتل أحدهم واليوم هذه العملية كلها في منظورها ماذا تقول لنا عن الحال والوضع على حدود الشمال شكرا أستاذ محمد وجمعتنا في غيفك العزيز الله يسلام وفي المشاهدين الكرام بدأ نترحم على شهداء الجيش العربي القوات المسلحة وخاصة على نترحم على النعيم الذي استشهد خلال الأسبوع الماضي في هذه الحرب الشرسة التي تقوضها القوات المسلحة ضد هذه العصابات المجرمة وندعو بالشفاء العاجل إلى مصابيل جيش العربي الذين يرقدون على أسرة الشفاء يعني دعنا نتحدث بشكل أساسي إشكالية المشكلة كلها المشكلة أن الجيش العربي يخوض نستطيع أنه يخوض حربا من 2013 على الحدود الشمالية عندما بدأ الربيع العربي 2011 وعندما استقبل الجيش العربي والأجهزة الأمنية بأدق التفاصيل الاثنين مليون ونصف مهاجر من سوريا وهؤلاء دخلوا على الأردن بطريقة سريعة وبالتالي كان يتطلب هذا الأمر التدقيق بهوياتهم وما إلى ذلك لكنهم دخلوا ودفع الجيش العربي أثمان من مشاغله وما إلى ذلك من التدقيق على هؤلاء هذه المنطقة أستطيع أن أقول أن المنطقة منذ أن انسحبت القوات الروسية من الشمال السوري بعد الحرب الأوكرانية في هذه المنطقة من منطقة درعة ومنطقة الشمال وتركت هذه المنطقة بالاتفاق مع النظام السوري ما بين الاتفاق السوري وما بين الميليشيات الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني بشكل أساسي تركت لحزب الله لكتائب حزب الله ولعصائب الحق والكتائب المتصلة بالحرس الثوري الإيراني وأكثر من مرة بلغ حتى أكثر من مرة تبلغت الدولة الأردنية حتى عندما أعادت العلاقة مع النظام السوري مع بشار الأسد أبلغناه بضرورة ابتعاد هذه العصابات أو هذه الميليشيات المرتبطة بطريقة أو بأخرى بإيران ابتعادها عن حدودنا الشمالية لأنه جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية استشعرت مسبقا في وجود عمليات وعمليات تدريب وما إلى ذلك تعلم سيدي أنه خلال فترة الصيف دائما وقضية المخدرات دائما تخزن بالصيف وتحاول هذه الميليشيات والعصابات أن تستغل فترة الشتاء وفترة وجود الضباب وفترة التضاريف والظروف الجوية بمحاولة تهريب هذه المخدرات يبدو أننا خلال الأسبوعين الماضية شهدنا تصعيد متواتر في تهريب هذه المخدرات وبحقيقة لا يمكن أن يقال عنها بهذه الكميات يعني عندما نرى أن الكميات في الأسبوع الماضي ما قامت القوات المسلحة الجيش العربي بتصديره أو مصادرته من هذه العصابات خمس مليون حبة كيبتاغون وتقريبا 12 ألف كف حشيش لا يمكن أن نتخيل أنا كمحلل سياسي وكمحلل استراتيجي لا يمكن أن أتخيل أن هذه العصابات تقوم بما قامت إليه بما قامت به دون التنسيق مع أجهزة النظام السوري سواء بعض قطاعات عسكرية أو أجهزة استخباراتية أمنية وأجهزة حزب الله لا يمكن أن يقوم ذلك أن يكون هذه بصفة التمثل لكن التواتر الأكبر واللذوء همية أن هؤلاء خلال الأسابيع الماضية والأسبوع الماضي بالتحديد أنهم قاموا بمحاولة تهريب بعمليات مميتة يعني أنهم دخلوا وهم يعلمون أن الجيش العربي والقوات المسلحة لديها استطلاع داخل الأراضي السورية وتعلم هذه التحركات خاصة في ظل عدم وجود النظام السوري وإخلاء النظام السوري طواعية لمثل هذه العصابات بالتالي أنا أعتقد اليوم أن الأمر تجاوز مسألة التهريب من أجل الثراء المالي لهذه العصابات وهذه المنظومات لأنه أنت في تقريرك أستاذ محمد اللي ذكرته قبل شوي طبيعة هذه الأسلحة الصواريخ أربع صواريخ متوسطة المدى صناعة إيرانية الار بي جي هذه لا يمكن أن تستخدمها مع أشخاص مشان تهريب وأجهزة الثرية اليوم مسكوا معهم تلفونات ثرية ومسكوا معهم كاميرات وأجهزة دقيقة أجهزة حساسة ورؤية ليلية ماذا يعني ذلك؟ أنا على ما أعتقد لا يمكن أن نغمض العين وأنا أعتقد أن جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية يتنبهون إلى هذه النقطة لا يمكن أن نغمض العين عن هذا المستوى أولا اشتباك مميت من الطرف الآخر سيارات دفع رباعي لا يمكن أن يمتلكها إلا قوات النظام السوري أو حزب الله كل هذا أنا أعتقد أنهم أرادوا تهريب هذه الأسلحة إلى الدولة الأردنية لمشاغلة حرس الحدود في الشمال وليثارة بعض القلاق الداخل الأردن باستهدافهم لقطاعات عسكرية وليس قطاعات أمنية ومن ثم الانتقال إلى دول الجوار الجغرافي على اعتبار أن هذه الميليشيات الإيرانية تريد أن تخلق حالة من المنطقة الرخوة في الأردن وفي هذه المناطق لأنها هي المناطق الوحيدة اليوم الأردن يعيش منذ الربيع العربي ومنذ انهيار أو ما يسمى بين قوسين أن نقول الدولة الهشة في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي السودان وفي اليمن كل هذه المناطق تم اختراقها من قبل الحرس الثوري الإيراني لم يتم اختراق الحرس الثوري الإيراني إلى الأردن بسواعد القوات المسلحة والأجهز الأمنية ماذا يعني ذلك؟ أنا أعتقد جازما اليوم على الدولة الأردنية أن تفكر استراتيجيا وهذا الاستراتيجيا يعني لدينا حلين الحل الأول اليوم طالما أننا فتحنا علاقات مع النظام السوري وأوصلنا لهذا النظام السوري ووافقنا على رجوعه على جامعة الدول العربية وصارت هناك زيارات واستقبلنا وبدأنا بتصدير بعض بضائعه إلى الأردن وإلى دول خليج منطلقة من الأردن ولم يرعوي هذا النظام بينما أراد هذا النظام يجب أن ننتبه ليس تهريب مخدرات اليوم اليوم إثارة قلاقل في قطاع وإشغال القوات العسكرية أو الجيش العربي خاصة حرس الحدود في الشمال لمآرب أخرى نحن أو الدولة تعلمها بشكل علم اليقين ما الذي يعني ذلك؟ ثانيا أنا أعتقد اليوم أنه محاولة استغلال ما يجري في غزة محاولة استغلال ما يجري في غزة لمحاولة تهريب هذه الأسلحة وسيخرج عليك بعض المتشدقين ويقولون أن هذه الأسلحة أريد بها لمحاربة إسرائيل يسيدي ما هي الجولان فاتح؟ الجولان فشل قوات وحزب الله موجود على الجولان السوري أنا أتحدث عن هذا الموضوع فاتح كما يجب أن نربط ما يحصل ومن تصاعد خلال الأسابيع الماضية ما حصل قبل شهر من وجود عصائب الحق والميليشيات الإيرانية على حدودنا الشرقية مع العراق تحت حجة أنهم سيدخلون لتحرير فلسطين أنا أعتقد اليوم أن ما يقوم به الجيش العربي والأجهزة الأمنية ولدينا استطلاعات وأجزم بذلك لدينا استطلاعات عن أماكن هؤلاء في العمق السوري وعن القطاعات العسكرية وبعض القوات العسكريين ضمن النظام السوري وضمن حزب الله الذين يدعمون هؤلاء وبالتالي قام سلاح الجو بقصف هؤلاء وأنا أعتقد اليوم أن المطلوب من الدولة الأردنية يعني أحد حلين الحل الأول هو ما يسمى بالمطاردة المستمرة يعني بمعنى آخر أنه أنا طب خليني في هذا الخيار عشان أجيب التفصيل ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نعم قبل ذلك اليوم حرب مخدرات واضحة وليس هدف أردن وهذه الكميات ليس لأردن وهذه الكميات تسهد في الإقليم أكيد نعم تفضل سيدي ابتداء يعني هناك كثير من التحليلات التي قيلت أن هذه العملية خرجت عن إطار الإطار المألوف لعملية تهريب المخدرات وقصد بها فقط الأمن الوطني الأردني ما شاهدنا ومعرضته الآن أنا طبعا لست مع هذا الرأي لأنه الهدف الأول من هذه العملية هو تأمين هذه المواد المخدرة إلى الداخل الأردني ثم من الأردن إلى الدول الجوار الدليل على ذلك لو أنهم أرادوا فقط تهريب هذه الأسلحة اللي وعدها تمام ما في داعي يحمل خمس مليون حبة وثلاث عشر ألف كف حشيش معه باتجاه هذه ويزيد عليه عبء عبء طبعا هذول اللي شفتوهم بالصورة هم ليسوا تجار مخدرات هم عبارة عن حمالون حمالون لهذه المواد المخدرة كل شخص يحمل تقريبا خمس عشرين لثلاثين كيلو فقط إضافة للسلاح اللي بيكون موجود ما أقول اللي تم عرضها يتقاضى على ذلك مبلغ عشر تلاف دولار عندما يقوم بقطع هذا هذا الطريق وتأمين إيصال هذه المواد المخدرة إلى الجهات الأخرى مقابل أيضا تأمين على أبناءه أو مستقبل أبناءه كريتلات أو زعماء العصابات داخل السورية يقوم بتأمين ذويه في حال تعرض للوفاة فابتداء هذه الأسلحة يمكن تهريبها يعني تهريبا عاديا من خلال عدة طرق برية كما هو معتاد تهريب الأسلحة إذا كان الهدف منها هو الإخلال فقط بالأمن وطني العملية مزدوجة سيدي العملية هي تهريب مخدرات مقصود إلى المملكة الأدري الهاشمية رافق ذلك تكتيك جديد استخدمت هذه المجموعات أو هؤلاء المهربين وهي حيازته على أسلحة لمواجهة وفتح ثغرات على الحدود ومقاومة الأليات والمدرعات التي يمكن أن تواجههم بالحد الأردني حازوا هذه الأسلحة كما تفضل الدكتور هي أسلحة إيرانية ومكتوب عليها باللغة الفارسية ولا لسنوا بصدد ملاقشة أن هذه المواد كلها مصنعة مواد المخدرات كلها مصنعة داخل الأراضي السورية أكثر من 150-170 مصنع داخل أراضي السورية تتولى عملية صناعة الكابتون الكيبتاجون وأنا قلتها ثمن مصنع الكيبتاجون المكبس الواحد فقط 25 دولار يتم استيراد هذه المصانع والمكابس من إيران ويتم تسليمها إلى الحرس الثوري الموجود في الجنوب السوري وبالتالي ثم نقلها إلى العصابات التي تقوم بحمل هذه المخدرات فهدفهم تدمير البني الاجتماعي المخدرات المخدرات تحدث خللا واضحا بالأمن القومي أليست إرهابا لوحدها بدون أسلحة هي إرهاب سيدي أليست تحدث خللا في الكيان المجتمع أليست لها علاقة بالجرائم التي نشاهدها بالمجتمع الأردني ومدى خطورة الجرائم قتل أمه وقتل أبوه وقتل أخوه وهو تأثير هذه المواد المخدرة التي يأتي جزء منها الخطيرة الكيميكال هاي صناعة إيران زي الكريستلميث هاي صناعة إيرانية يتم أما الكيبتاجون هو صناعة سورية لسنا بصدد محاولة يعني إثبات ذلك لأن الأمر بالنسبة لنا واضح وواقعي فالآن هذه المجموعات يعني استخدمت طريقة العنوة والقوة لمحاولة اقتحام هذه الحدود وهذا يعني تقدم في تكتيكها لأنه تنقصب إلى مجموعات مجموعة تكشف مجموعة تراقب مجموعة تشاغل شب تشاغل أهداف فيها تركيز رقابة من قبل نشامة حرس الحدود ثم مجموعة أخرى تقوم بالاقتحام من موقع آخر يستخدم تكتيك عسكري جيد بالنسبة لعملية لمهربي مخدرات نعم كمهربي مهربي المخدرات سيد العزيز لا تتفاجأوا بحجم هذه الأسلحة التي يحوزونها في كولومبيا الرئيس بايدن نفسه يترجى الرئيس المكسيكي في عملية تخفيف تهريب المخدرات من المكسيك إلى تيكساس يعني احتلوا ابن لما ضبطوا عساسي يشحنوا من المكسيك للولايات المتحدة الأمريكية احتلوا مطارات احتلوا مطارات عصابات المخدرات هذا تكتيك جديد يعني ليس بمستغرب عندي كراجل أمن الآن القوات المسلحة والأجهزة الاستخبارية الموجودة تحت أمرة القوات المسلحة الأخواننا في الأمن العسكري وفي الاستخبارات العسكرية يغطوا هذه المناطق ويتابعوا هذه القضايا بعناية حريصة أيضا بالاشتراك مع إدارة مكافحة المقدرات العملية العملية معقدة التكتيك جديد الإصرار على تنفيذ هذه الكميات وليس الأردن هنا المستهدف الوحيد في عملية الكفداغون السوري يا أخوان هذه قضايا موجودة وعندي ومثبته وأسماء وقضايا وأشخاص معمم عليهم لهم مندوبين في ثلاثين دولة بالعالم حزب الله وإيران والنظام السوري يتاجروا بالمخدرات قضايا موجودة موجودة يعني الكيالي شخص مئة مليون مليار ومئة مليون قيمة الكفداغون الذي تم ضبطه في إيطاليا والذي ثبتت في كل الإرساليات القضية مالطة قضية رومانيا ثمانين مليون ميناء جدة ميناء جبل علي كل الإرساليات أثبتت أن كل هذه المواد المخدرة اللي هي الكيبتاغون بالذات مصدر الإرسالي بالشحن البحري هو ميناء اللاذقية هناك قضية عقدية عندهم بأنه يجب تفتيت وتدمير المجتمع الأردني والدول المجاورة له من خلال استخدام حرب المخدرات الحرب الصينية الحرب الأفيون تذكرها كنا يذكرها حرب المكسيك وكولومبيا والصين بالاشتراك بإدخال مادة الفنتنيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقتل 100 إلى 120 ألف سنوي باعتراف الأمريكان وعنده أرقام وعنده مصادر رسمية تثبت ذلك الزومبي اللي بتشوفوه هذا كله من مادة الفنتنيل هي حرب فعلا الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني من خلال رعاية تهريب المخدرات من الجليل ومن منطقة سيناء إلى داخل المجتمع العربي لأتعاطى العرب فقط إذا باع لليهود يتم توديعه بقضية إذا لما باع للصهاينة يترك ليش؟ لأنه هي حرب وهي سلاح تدميري فتاك فلذلك الأمن الوطني الأردني مقصود وأيضا تدمير الأردن من خلال نشر المواد المخدرة أيضا هو مقصود وكلاهما بالتزامن وأرواح الجنود على الحدود يعني أرواحهم غالية على كل الأردنيين وسيقف الأردن ضد كل هذه المحاولات معلش دوشون نحن كان في حديث واضح أن الأردن اليوم هذه الحرب ضد المخدرات ليست حرب أردنية فقط لأنه ليس نحن المستدفين فقط نعم وطلبنا تحالف دولي في هذا الإطار لمكافحة المخدرات التي تهرب للأردن كمعبر وكمقر في بعض الأحيان وأنا عندي كمان سؤال واضح أنه هذولا ما بيشتغلوا عراسهم صح؟ صحيح بمعنى أن هناك من يساعدهم لدينا في الداخل ومن يروح فيهم أذول ما بيعرفوش صحيح صح؟ صحيح يعني خلينا نبدأ بشكل واضح أنه الأردن يجب أن يكون ضمن تحالف ضمن تحالف وهذا التحالف لأنه إحنا بندافع عن تهريب هذه المخدرات نحن في منطقة جغرافية معقدة جدا في منطقة إقليمية معقدة جدا هذه المنطقة لدينا اليوم لبنان لدينا العراق ولدينا سوريا كل مناطقنا المحيطة ما عدا الجهة ولدينا من الغرب إسرائيل وبالتالي لدينا جهة واحدة المملكة العربية السعودية هذا جهة آمنة بقية الجهات كلها أعانى الله القوات المسلحة وحرص الحدود والجيش العربي على هذا الموضوع كلها مناطق راجراجة بمعنى كلها مناطق مخلخلة يحاول العدو هنا يعني من مصلحة أي دولة من هذه الدول خلق قلاقل في هذا الموضوع ودعني أكون معك واضح يعني جلالة الملك في الأسبوع الماضي في مؤتمر اللجوء تحدث أن العالم تركنا العالم في مؤتمر لندن الأول ومؤتمر لندن الثاني والمؤتمرات التي عقدت لدعم الأردن فيما استقبله من التاركة السورية من اللجوء السوري لم يدعم الأردن إلا 22% من الذي قام بدعم هذا اللجوء السوري كل مواطن أردني اليوم من العقبة إلى الهضبة هو دفع من دفع من مصادر الاستراتيجية للأشقاء السوريين في هذا الموضوع وللنظام السوري يعني اليوم إحنا أمام أمام حالة أنا أعتقد جازما أن الأسلحة التي هربت اليوم أو التي تمت محاولة تهريبها وردعتها القوات المسلحة من خلال حرص الحدود النشامة أنا أعتقد اليوم أنه قد لا يكون لديهم أناس داخل الأردن لكنهم أرادوا تجنيد والأنفس المريضة وقد لا يكونوا أردنيين قد يكونوا من جنسيات أخرى وهربت أو دخلت ضمن هذا اللجوء الإنساني الذي تلطفنا وتكرمت الدولة الأردنية والشعب الأردني بإدخالهم لأنهم خوفا عليهم من القتل من هذا النظام المجرم الذي قتل تقريبا رمع شعبه طيب النظام الإقليم العربي اليوم أنا أعتقد اليوم أن العالم قسر معنا يعني العالم العالم المتحضر الذي يقول عن حاله متحضر والذي دعم كل دعم يدعم طبقة الأوزور وما إلى ذلك وفي هذه المؤتمرات ولا يدعم أخطر نقطة في هذا الموضوع ونحن معبر ومقر أصبحنا لهذه لهذه المخدرات أنا أعتقد أن العالم اليوم يجب أن يتصدى لهذا الموضوع لأن اليوم عندما تقول أن الجيش العربي يشاغل في كل مناطق الحدود ما عاد الحدود معنا مع الجبهة الجنوبية اليوم نحن في حالة حرب يعني سواء القطاعات العسكرية اللي على في الأغوار أو القطاعات العسكرية اللي في شرق من 2011 وهي في حالة حرب بمعنى أنه لا يوجد لدينا على الطرف الآخر على الجهة الأخرى لا يوجد لدينا جيش نتفق معه ونحترم معه بالتالي ما المطلوب من الموضوع ألجعل العالم مقصر ويجب أن يدعم يعني اليوم اليوم أنا أعتقد جازما لكن أن تكلفة هذه العمليات العسكرية الذي يقوم بها الجيش العربي تكلفتها كبيرة على الدولة الأردنية هذه القطاعات وحركة الطيارات وحركة القطاعات العسكرية والتأهب نحن في حالة حرب ولكنها غير معلنة لا غير معلنة عندما تقول لي أن أن حرص الحدود خلال الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله بدأ يشتبك مع عناصر أو مجموعات مكونة من ثمانين إلى مئة وخمسين شخص هذا ليس تهريم مخدرات هذا هذا مئة بالمئة ليس تهريم مخدرات هذه يراد بها عملية إثارة القلاقل داخل الدولة الأردنية ولكن إن شاء الله بقوات بالجهد المتواصل ما بين القطاعات العسكرية في الأردن والجيش العربي والأجهزة الأمنية بالضرورة أن الجيش العربي لا يعلن عن كل العمليات التي يقوم بصدها لكن يعلن عن هذه العمليات الكبرى لكن الجيش العربي مشتبك يومياً مع هذه القطاعات ومع هذه التهريم اليوم على الدولة الأردنية أن تكون واضحة مع هذا النظام السوري ونحن تحدثنا خلال أربع سنوات الماضي مع الروس وتحدثنا مع النظام السوري وبعثنا له وزير خارجية وتحدث وتحدث وتحدثوا مع الرئيس السوري بأن لكن يبدو أن الرئيس السوري لا يعني سيادة ناقصة ضمن هذا الجهد الإيراني وبالتالي لدينا إيران أنا أعتقد اليوم أنه نحن دولة قانعة ولا نتدخل في الشأن الداخلي للغير لكن إن استمر هذا الوضع أنا مع أن الجيش العربي يقوم بأخذ بالدخول إلى مناطق عازلة وتصبح هناك منطقة عازلة يختارها الجيش العربي لا تقل عن 30 كيلو أنا أعتقد جازي من اليوم عندما نقوم بمنطقة 30 كيلو قد يكون بالتعاون مع بعض الإخوة السوريين من الموجودين من اللاجئين هون يعودوا إلى أرضهم في هذا الشأن الدولة الأردنية تحملت الكثير وعلى المجتمع الدولي إذا لم يدعمنا يجب أن ندعم أنفسنا ونحن دولة قوية ولديها جيش قوي وأجهزة منية قوية بالتالي نأخذ هذه المنطقة نقطة ثانية أنا أعتقد اليوم أنه لدينا الحق المنطقة العازلة بدأت فيها 30 كيلو أنا أعتقد اليوم على طول الحدود 30 كيلو مكلف جدا يا سيدي أنا أحكي لك صعب لا أنا أحكي غالبية المناطق التي نتحدث عنها المناطق التهريب لا يوجد فيها سكان وحتى لو كان فيها سكان نحن نستطيع يعني أنا أنتظر عطوفتك أنا أنتظر اليوم مشاغلة القوات المسلحة والجيش العربي بأن ينتظر يحقق أمنيا واستخباراتيا من خلال الأمن العسكري والاستخبارات والأجهزة الأمنية المخابرات يحقق بالداخل وننتظر لهذه العمليات أن يقول لا يجب أن نقض مضاجعهم من الداخل وما فعله الجيش العربي من خلال سلاح الجو قض مضاجعهم أنا أعتقد أنه يجب إذا استمرت هذه العمليات لأسبوعين يجب على أنا أعتقد مش يجب يعني أنا أقترح أنا أقترح هنا على الجيش العربي أن يرسل رسائل واضحة إلى أعلى رتبة في النظام السياسي السوري لأنه إحنا يعني إحنا لسنا حيط نواطي كما يقال إحنا دولة راشدة تحملنا 2 مليون ونص سوري وهذا ليست تحملناهم من عرق من كل واحد أردن يدفع عليهم ننتظر هذا الموضوع نحن لدينا اليوم إشكالية في إسرائيل هذا العدو الصهيون الذي يريد أن يفتع المشكلة في الضفة الغربية ويهجر علينا جزء من الشعب الفلسطيني ليحل مشكلته التاريخية وبالتالي هؤلاء يجب أن يكون التعامل معهم بالنار والحديد النار والحديد إما منطقة عازلة وإما ضرب بعض مواقع النظام السوري وإرسال رسالة واضحة في هذا الشأن وأنا أعتقد كل الشعب الأردني يقف اليوم بشكل مطلق أمام هذه الكينونة وهي القوات المسلحة التي كل بيت في الأردن لديه أحد أفراد هذه القوات المسلحة هذا النعيم الذي توفى والذي استشهد وزملائه نحن ندخرهم لتحرير الأقصى لا ندخرهم لهؤلاء المارقين وما إلى ذلك فنعتقد اليوم أن هذه الميليشيات حذرناها أكثر من مرة على البعد السياسي وتعاملنا وأنت تعلم والعطوف تعلم والمشاهدين يعلم حتى عندما أعدنا العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري تعرضنا للانتقاد الداخلي في هذا الشأن وبالتالي نحن تحملنا هذا الانتقاد الدولة تحملت هذا الانتقاد لكن نحن لا نريد لكل هذه الحدود أن تغلق نريد كذلك فيه عندنا قطاعات اقتصادية في الشمال قلنا نخفف على الأخوة على الأشقاء السوريين ونرجع بعض بعض من هذا اللجوء اليوم الرسالة تكون واضحة الجيش العربي والقوات المسلحة قادرة على أن ترد الصعصاعين وأنا أعتقد أنه هذه اليوم الضربات التي قام بها سلاح الجو هي رسالة مبسطة وأنا أعتقد أننا بإذن الله سنقوم بالتصاعد بقصف مراكز حساسة لهذا النظام لكي لا يتجرأ على لكي لا يتجرأ على السماح لهذه القطاعات بإثارة القلاقل على الحدود أو في الداخل الأردن وأنا مجلس لك سؤال مهم لأنه كانت تساؤل عن الأسلحة إلى أين ستصل ولمن ترسل وهل صحيح أنها قد ترسل للشبكة الداخلية المتبطة بهذه الشبكة لتقويتها تعزيزها وتعزيز قدرها على حماية المخدرات المرسل إليها نعم ابتداء سيدي هناك بس يعني توضيحا لما ذكروا الدكتور أن هناك على أرض الواقع هناك حواض أردنية لاستقبال هذه الكميات من المخدرات من الأردنيين الذين يحملون الجنسية الأردنية وأنا أعرف منهم شخصيا الكثير بالجانب الأردني فلا يمكن مثل هذه الميليشيات على يعني فرضا من القول سندا من القول أنها إذا دخلت وفي قسم منها بدخل كمخدرات من وين بيجينا الكبتاقون اللي بيتم ضبطه داخل الأردن تسعة وستين مليون حب السنة الماضية بالألفين واثنين وعشرين كيف دخلت هذه الكميات مش هون المشكلة هناك حواض أردنية سيدي من ذوي الأسبقيات ولهم ارتباطات وعلاقات عائلية ما بين الجانب الأردني وبين الجانب الآخر السوري يتلقوا هذه الأسلحة ويتلقوا هذه الكميات من المخدرات وهذه الأسلحة للعلم المرافق لتهريب المخدرات هدفها باستمرار حماية العمليات التي يقوم بها تجار أو مهربين المخدرات على من الجانب السوري كما تم مع القوات المسلحة من خلال استخدامها وإحداث فتحات وذغرات وإطلاق النار على حرس الحدود الأردني وبنفس الوقت نفس الأسلحة التي دخلت قسم منها دخل بالسابق يعني الآن الوضع منتاز أنا بقول على حدود من ناحية الضبط والرقابة الإلكترونية والسيطرة القوات المسلحة ورس الحدود على هذا الجانب قسم من هذه الأسلحة يتم استخدامها من قبل بديش أقول كلمة عصابات عندنا هون الأفراد المرتبطين دولياً بتلك العصابات السورية يتم استخدامها في مواجهة قوات الأمن العام وعلى الأرض الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات عشر شهداء آخر يعني عشر تسع شهداء أعداد الذين تم ضباط وضباط صف استخدمت الععارات النارية من هؤلاء من قبل هذه العصابات ضد أفراد إدارة مكافحة المخدرات وضباطها يعني ليست العملية فقط القتل مقتصرة فقط على الحدود أيضاً يتعرض الأمن العام بالداخل الأردني من خلال هذه الأسلحة الموجهة والتي يتم ضبطها وبهذه الكميات يتم استخدامها ضد جهاز الأمن فيما إذا دخلت إلى الأردن فهي تعزز من عزيمة هذه العصابات وتضفي عليه نوع من القوة ونوع من السيطرة ومحاولة الظن الظن منهم أن هذا يرهب رجال الأمن في الداخل الأردني في التعامل مع هذا النوع من العصابات المسلحة للأسف أطلق عليها يعني من قبل بعض الإخوان بالإعلام أنها عصابات هي عصابات عصابات مؤسسية هذا كلام عصابة مؤسسية فيش إش يسمه عصابة مؤسسية هذه كارثالات عصابات بالداخل السوري مدعومة من الجيش السوري مدعومة من قائد الفرق الرابعة مدعومة من مدعومة من أيضا من الحرس الثوري الموجود هذه الكميات من الأسلحة كيف وصلت أسلحة إيرانية قذائف إيرانية كيف وصلت إلى أناس عاديين وتعرف عن اللجنة المشتركة والدكتور تذكر لجنة الأمنية المشتركة التي عقدت في الأردن وتم الأردن بسطت يديها إلى إلى سوريا سياسيا ودبلوماسيا وزي ما ذكر الدكتور وتم إنشاء محاولة تنسيق إنه يا عمي من جهتك اضغطوا شوي على هذه المطار نعم لكنهم هم من سمحوا للنظام الإيراني وحزب الله والميليشيات والحرس الثوري بالدخول بالدخول إلى إلى أراضيها والسيطرة على هذه المناطق ورافع الأعلام حزب الله على الحدود اليوم كان أمس واليوم رسائل واضحة لإيران مش مبطنة نعم هل هذا يعني أننا على علاقة مختلفة اليوم مع إيران في هذا الخصوص وفي هذا الملف تحديدا بعد الحادث الأمن الأخير يا سيدي يعني نحن نعتقد اعتقاد جازم أنه اليوم إيران لم تتبنى أي قضية من هذه القضايا وهذه يعني لدينا إشكالية دبلوماسية دائما والسفير الإيراني موجود في عمان لأنه يعني طالما لم يعترف لم يعترف وقلت عطوفته أنه الموجودين هم عبارة عن حمالين يعني هم عبارة عن حمالين بأخذهم بتقاضوا أشياء لكن لكن أنا أعتقد جازما أن القوات أو الأجهزة الأمنية أو الجيش العربي لديه معلومات راسق أكيد واليوم الصواريخ هذه صحيح أن هناك انفلات في سوريا لكن مثل هذه الصواريخ لم يمتلكها أحد إلا بموافقة النظام السوري أو هذه الميليشيات دكتور وبالتالي هذه الصواريخ لم تأتي لضرب فرد من أفراد من أفراد الجيش العربي وإنما المستهدف مطلوب للأردن في عدة قضايا زي مرع الرمثان سابقا الذي تم تصفيته كان عليه عشر طلبات لمحكمة الأمن الدولة الأردنية وهذا السعدي نفس الشيء عليه عدة طلبات أمنية ومطلوب لأنه فيه اتصال في تهريب المخدرات نعم دوليا وهذه عقوبة هالإعدام للطرف الأردني الذي يتم ضبطه إذا ثبت أنه مجتع هذا بقانون المخدرات ومؤثرات العقلية الاتصال بتهريب المخدرات من خلال العصابات الدولية فهذه الصواريخ إيجاد في مكانها وهناك شخص ثالث أو رابع يعني أتحرق عن ذكر أسماهم ما زالوا مطلوبين وإن شاء الله غير نسمع من قوات المسلعة خبر تصفيتهم قريبا يعني أنا أعتقد جازما أن لدى الجيش العربي والأجهزة الأمن العسكري والاستخبارات والأجهزة الأمنية لدينا لديها قنوات اتصال ومعرفة دقيقة في يعني كيف قصفت اليوم يعني لديها معرفة استخباراتية قوية ونحن نثق بأجهزتنا الأمنية لكن أنا أعتقد أنه اليوم الجيش العربي بحاجة إلى دعم سياسي دعم سياسي ودعم شعب اليوم الجيش العربي بحاجة إلى أن يعني يجب أن لا نكبل يد الجيش العربي كمان ونظل دائما نتحدث بهذه العقلية أننا لا نريد الدخول ولا نريد الدخول لا يعني إحنا إذا أشخاص إذا في بعض الأشخاص اللي إحنا صارنا بنصرخ عليهم من 2011 إحنا بنحكي قاعدين عن عن تقريبا 12 سنة ونحن نقول واستقبلنا يعني مش تحميل من نية استقبلنا اللجوء أكثر من مرة واستقبلنا اللجوء ستورة 2 مليون ونص وتحملنا العب الأمني الذي لا يمكن أن يتخيله أحد يعني عندما كنا نستقبل النساء وفتحنا مخيمات وعندما تم محاولة الدخول والتفجير من خلال هذه المخيمات من خلال مخيم الركبان في هذا الشأن بمعنى أنه اليوم يجب أن يعني نشد حزامنا شوية في القطاع السياسي ويجب أن يكون هناك دعم شعبي وأن نثق ثقة مطلقة بقواتنا المسلحة وهذا التشكيك اللي بعض المرات بيجيك واحد مذيع هون ولا هون بيقول لك هل هذه هل هذه الأسلحة كانت لدعم لدعم الأشقاء في غزة من قال لك هذا ويحق مش مش معقول يعني مش معقول هذا التفكير الذي يتم يعني مش معقول هذا التسخيف هذا الربط هذا لا وهذا التسخيف اليوم يعني أنا اليوم يعني تسخيف بشكل غير منطقي ويجب أن لا يسمح لمثل هذه المشككين يعني اليوم شوف يعني قد نختلف على الحكومة قد نختلف على إطار سياسي قد نختلف على الأحزاب لكن اليوم الأردنيين طول حياتهم مجمعين أنه أنه في مقابل فلسطين وجيشنا العربي الذي قدم دماءه وشهدائه في اللطرول وفي الخان الأحمر وفي باب الواد معروف يعني وبشهادات الجيش الإسرائيلي هذه العصابات التي تقول لم يقاتل معنا غيجة جردو يعني سيد أنا أعتقد اليوم أنه على الطبقة السياسية أن تعطي كافة الصلاحيات للجيش العربي في هذا الوقت للرد بطريقته المناسبة التي تردع لكي نتفضى إلى قضية أخرى وقضية مركزية وهي قضية هذه العصابة الصهيونية التي تريد تهجير جزء من الضفة الغربية إلى الأرض وممكن أن يكون يعني أي أن كان يكون من تقصد في السؤال قد يكون يستهدف ضحط هذه الشائعة التي واردت على لسان كثيرين ما نحن لكي نكون واضحين بس أنا مش واحد أنا كلهم ما نحن يعني موضوع دكتور الأسلحة لا يمكن أن يكون لها علاقة بموضوع تهريبة إلى الضفة الغربية يعني أنت عارف أنت قوة القوة النارية لقضيفة ياسين 105 حجم القوة النارية لهذه لهذه القضيفة يعني قد كل الأسلحة التي شاهدناها قبل شوي على برنامجك هنا يعني هما المقاومة الشريفة المشرفة التي شرفت كل الناس لا تحتاج إلى مثل هذه النوع الأسلحة ولا الاتصال مع تجار مخدرات حتى يتم تزويد المقاومة بمثل هذا النوع من السلاح هاي الفكرة حرب المخدرات إقليمية وتحتاج إلى تحالف دولي صحيح؟ تحتاج إلى تحالف دولي والأردن بنيابة عن كل الدول العربية وحتى دول العالم يتولى عملية هذا المحور وهو مكافحة تصدير تهريب المخدرات الكبتاغون إلى الداخل الأردني لأنه ذكرت لك أن هذه الكميات التي تصنيعها داخل الأراضي السورية كبير جدا وتحتاج إلى أسواق أكثر من الأردن سيدي وصلت إلى أمريكا الجنوبية وإلى أمريكا وإلى أوروبا جميعها جميع الدول في أوروبا لهم مندوبين في ثلاثين دولي بالعالم يتولى عملية تسويق مادة الكبتاغون دلالة على حجم وكبر حجم ليس الأردن هو الفقط الوحيد المستهدف ولكن الأردن تحتاج إلى تنصيق عملياتي أمني مع الدول العربية بحيث لأن مصير جزء كبير من هذه المواد المخدرة أن تتوجه مرورا بالأردن إلى تلك الدول فتحتاج إلى دعم زي ما حكى الدكتور وتحتاج إلى الوقوف في مواجهة هؤلاء العصابات رسالة أخيرة دكتور بأقل من دقيقة رسالة أخيرة أنا أرجي كل كل الاحترام والتقدير إلى كل بواسل جيشنا العربي والأجهزة الأمنية في الأردن وندعو إلى الشهداء بالرحمة وندعو إلى أن يكون هناك تكاتف ويجب أن في خضم هذه الحرب الشنيعة التي يقوم بها هذه الحركة الصيونية على الأشقاء في غزة يجب أن لا ننسى دائما أن الأمن الوطني الأردني هو أمن مقدس على كل شيء ويجب أن لا نزج وموقف الدولة الأردنية كان واضحا وعلى رأسه جلالة الملك بسحب السفير وأي من يشكك بموقف الدولة الأردنية مع الشعب الفلسطيني هذا جاحد وأعتقد أنه بحاجة إلى إعادة منظومته النفسية بشكل عام أشكركم بقولوا شكور دفعا شرفتوني مكتوبكم اشتركوا في القناة